حذر رئيس الروسي فلاديمير بوتن اليوم الدول الغربية من أن تهديداتها لبلاده تثير خطراً فعلياً بشأن نزاع نووي مؤكداً أن موسكو تملك أيضاً أسلحة يمكنها برب أراضي تلك الدول إن عليهم إدراك أن لدى روسي أيضاً أسلحة قادرة على الوصول وإصابة أهداف على أراضيهم وأن كل ما يبتكره الغرب يخلق خطراً فعلياً لنزاعي باستخدام الأسلحة النووية موسكو مستعدة للدخول في حوار مع الولايات المتحدة بشأن الاستقرار الاستراتيجي لكن نرفض أي محاولات لإجبارنا على الدخول في مثل هذه المحادثات